هل هناك مبالغة بتقدير حجم وتبعات هذا القرار الكوري الشمالي؟ عندما يقول كيم المهمة أنجزت موقع التجارب النووية في الشمال أنجز المهمة أم هو أساس يبنى عليه من أجل الوصول إلى ربما نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وبالتالي سنكون أمام حقبة تاريخية جديدة ومهمة أعتقد أن هناك مبالغة بعض الشيء أتصور أن كيم إذا نظرنا إلى تاريخ الإجراءات أو سلوكهم مع البرنامجين الباليستي والنووي منذ صعوده إلى السلطة عام 2011 سنجد أنه فعل أكثر من ما فعله جده ووالده مجتمعين وبالتالي أتصور أن هذا الرجل لن يمنح الولايات المتحدة أو العالم الشيء الوحيد الذي تملكه كوريا الشمالية اليوم وهو البرنامج النووي في تقديري أن كيم تعلم من درس إيران برنامج النووي الإيراني بمعنى أنه يريد أن يسير في نفس المصار بين قصين خداع العالم الغربي وكسب الكثير من الوقت خلال المفاوضات وفي نفس الوقت هو يعزز من هذه الإجراءات وفي نفس الوقت أيضا ترفع عنه العقوبات تدريجيا أتصور أن كل هذه الخطوات التي وصلنا إليها جاءت نتيجة لسعود دونالد ترامب الذي يحلم بأن يفعل كما فعل نيكسون في سبعينيات القرن الماضي عندما جذب الصين من العالم الآخر إلى العالم الغربي وربط الاقتصاد الصيني بالعالم وبالتالي حررها كثيرا ونحن نرى اليوم الصين مستعدة للتعاون مع الغرب وأيضا صعود الرئيس مون في كوريا الجنوبية نحن أمام رئيس لبرالي على عكس الحكومة المحافظة التي كانت قبله وهو الذي بدأ هذه الخطوات وهو الذي مدى اليد لكوريا الشمالية ويحلم بأن ينهي حالة الحرب ويوقع اتفاق سلام مع كوريا الشمالية وأيضا الرئيس تشي في الصين الذي تعاون لأول مرة مع الولايات المتحدة وانضم إلى الجهود فيما يتعلق بها العقوبات ودعنا نضع في الاعتبار أن 90% من صادرات واردات أمريكا الشمالية كوريا الشمالية هي مرتبطة بالصين وعندما انضمت الصين إلى هذا البرنامج خضع كيم أخيرا وأبدأ حسن نية تجاه لقاء هؤلاء الزعماء وبالتالي أتصور أن كما قلت في السابق أن الجانبين يريدان أن يحصل على أكبر قدر من التنازلات من الجانب الآخر لكن في نهاية المطاف أتصور أن لقاء الزعمين ليس مؤشرا على شيء الشيطان يكمن في التفاصيل بمعنى أنه عندما يلتقي المسؤولين من الجانبين ويدخلان في تفاصيل البرامج الباليستية والنووية سنجد العقبات تظهر وأتصور أن هذه المحادثات يعني أكثر احتمالا أن تنهار قريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر